سعد الله صباحكم مشاهدين كيرام مرحبا بكم على قناة البلاد سأيدهم بلقائكم في غرفة الأخبار للحديث عن بعض تدعيات أزمة كورونا في الجزائر وتدعيات كذلك هذا الموسم تع عيد الأضحى خاصة من باب نقص سيولة وتسقيف المبالغ المسحوبة من مراكز البريد ويعني الاكتظاظ الكبير أمام مراكز البريد وإحنا كنا نتكلمنا عن الخطوات اللي كان جراتها بريد الجزائر من خلال الدفع الإلكتروني ولو كانت خطوات محتشمة ولكن خطوات ينبغي أن تشجع وينبغي أن ينخارط فيها المواطن الجزائري ولكن السؤال الذي يطرح كيف يمكن أن ينخارط هذا المواطن الحديث على هذا الموضوع أسعد باستضافة الأستاذ يزيد أقدال وخبير في تكنولوجيا الحديثة أو الإعلام الآلي للحديث عن هذا الموضوع أستاذ يزيد سلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسلام أستاذ محمد إذن أستاذ يزيد احنا قلنا خطوة عملاقة ولبس بها ومحترمة وإلى آخر ولكن السؤال الذي يطرح كيف يمكن أن نحفز المواطن الجزائري على الإنخراط في موضوع الدفع الإلكتروني علما أنه ما وش كل الجزائريين يملكون هذا البطاقة يعني يعني أنا أظن أنه هناك عدة خطوات يجب على بريد الجزائر أو على السلطات القائمة حول موضوع الدفع الإلكتروني في الجزائر القيام بها نحن نتكلم عن بريد الجزائر لأنه المؤسسة التي تسير أرصدات أغلب الجزائر المالية وهي المؤسسة المعنية أكثر بالأمر خصوصا في الموسم التي يكثر فيها الضغط على السلطات أظن أن المسألة الأساسية للدفع الإلكتروني هي مسألة الثقة أن يجب على المواطن أن يثق في بطاقته الذهبية أو البطاقة البنكية صفة عامة كما يثق في الكاش في النقد أظن أنه للوصول إلى هذه الثقة يجب العمل على عدة محاور المحور الأول هو محور الاتصال والإعلام يجب على أساس بريد الجزائر أن يوصل المعلومة للمواطن الجزائري العادي ليس بضرورة المواطن المتمكن من التقنية يعني أي مواطن يمتلك البطاقة الذهبية يجب أن يعرف الخدمات التي تقدمها البطاقة وما هي الخدمات التي يستطيع دفعها بهذه البطاقة يعني يجب العمل على الاتصال عبر القناة التلفزيونية عبر الصحفة وعبر وسائل تواصل الاجتماع التي تتيح إمكانية أكبر للوصول إلى أكبر عدد من الناس طيب يا زيد سمحني قبل ما نمشي نعم أستاذ محمد يا زيد سمحني قبل ما نمشي الخطوة الثانية والخطوات المقبلة وش نقدر ندير أنا بالبطاقة اليوم في الجزائر هل تقدر تقول للجزائرين ماذا يستطيعون أن يفعلوا بهذه البطاقة أنا أتكلم عن الذي يمتلكها الذي يعني يسجل وكذا ووصلته للدار لأنه كان عدد كبير من الجزائرين لم تصلهم إلى البيت ويعني لا يمتلكونها نعم هو ما يجب معرفته هو أن البطاقة الذهبية هي بطاقة دفع وسحب أي نستطيع من خلالها سحب النقود سحب النقود نستطيع القيام به إما بالموزعات الأوتوماتيكية لبريد الجزائر الموجودة في مكاتب البريد كما يجب وهذا يجب أن يعلمه المواطنون كما نستطيع سحب النقود من خلال الموزعات الألية الموجودة في جميع البنوك حوالي عندها 6 أشهر بين البريد الجزائر والمؤسسة الساتين لتقبل بطاقة الذهبية في الموزعات الألية للبنوك وهذه معلومة مهمة لتخفيف الضغط على الموزعات الأوتوماتيكية لمكاتب البريد يعني أي بنك استطيع استعمال البطاقة الذهبية لسحب النقود الفرق الوحيد هو الرسمي يعني هناك 5 تنامير أظم إضافية بالمقارنة مع السحب من الموزعات الألية لبريد الجزائر هذا أولا نتكلم عن سحب النقود المهم أيضا هو قضية الدفع أي استطيع أن أدفع الخدمات باستعمال البطاقة عوض استعمال النقود مثلا جميع الفواتير فواتير الهاتف الماء اتصال الجزائر الانترنت وهناك حتى العديد من الخدمات بعض الشركات التي استطيع الدفعها عن طريق الانترنت باستعمال البطاقة الذهبية هناك أيضا خدمة الدفع عن طريق أجهزة الدفع التي تسمى تيبيو الموجودة في المحلات التجارية الكبرى وبعض المحلات التي توفر هذه الخدمة أي استطيع في محل مزود بجهاز الدفع آلي تيبيو أن أدفع مثلا أشتري سلع أو أشتري جهاز معين أن أدفع ثمنه من خلال البطاقة الذهبية هناك أيضا خدمات أخرى مرتبطة بتطبيق على الهاتف النقال يسمى بيريدي موب هذا التطبيق يسمع بالإطلاع على الرسيل كما يسمح أيضا بخدمة تحويل الأموال من حساب بريدي إلى حساب آخر أي من خلال هاتف النقال دون التنقل استطيع القيام بعملية مالية من حساب إلى آخر أظن أن كما تكلمت في الأول عن الاتصال يجب العمل على إيصال هذه المعلومات للمواطن البسيط حتى يستطيع استخدامها في مختلف الخدمات التي يحتاجون طيب أستاذ يزيد الآن منذ قليل أنت تكلمت عن الثقة فرضا أن الثقة انتهت يعني لباس كل جزائرين أصبحوا يثقون في البطاقة الذهبية والبطاقات الأخرى ويقوموا بعملية سحب وعندهم إرادة للقيام بعملية سحب الدفع الإلكترونيين إلى آخره الآن هناك حديث على قضية الرسوم هناك من يرى أن الرسوم مرتفعة جدا أو مرتفعة نسبيا وهناك من يدعو إلى إلغاء هذه الرسوم لكن السؤال الذي يطرح من أين يمكن استفادة من العملية الربحية لهذه الخدمات هو الأكيد أن الرسوم المتعلقة بالعملية على الحساب البريد الجاري أظن أن الرسوم تبقى نفسها إما استعملنا الطريقة العادية الكلاسيكية أو الدفع الإلكتروني ولكن وما يجب معرفته أنه لما ندفع ثمن سلع أو خدمة بالبطاقة الذهبية لا توجد رسوم إضافية يعني ندفع نقدا أو بالبطاقة الذهبية لا يوجد فرق بالعكس هناك خدمات مثلا لما تدفع فاتورة لشركة صونيكا بطاقة الذهبية حق الطابع لدروات تامبر يكون معفيا من الدفع أي تربح بعض الدنانير المتعلقة بحقوق الطابع لدروات تامبر بالمقابل أرى أنه يجب لتشفيز استعمال الدفع الإلكتروني أرى أنه يجب أن تتخذ خطوات لتشفيز المواطنين أو لدفعهم لاستعمال البطاقة الذهبية بدل النقد أو البطاقة البنكية بصفة عامة وذلك باتخاذ خطوات مثلا لتخفيز بعض الرسوم أو إعطاء تحفيزات على الخدمة حتى نشجع المواطنين لالتجاه لهذا النوع من الدفع لأنه حل مشكلة النقد والسيولة بالضرورة سيحل مشكلة السيولة وكل التكاليف المرتبطة بتوفير السيولة بمقادر كبيرة لكل أنحاء الوطن هناك تكاليف كبيرة لا تظهر ولكن تسيير كل هذه السيولة في بلد مثل جزائر يكلف كثيرا هناك أيضا أمر بديهي وأن تسيير المنصات الأوتوماتيكية أو الإلكترونية المرتبطة بالدفع الإلكتروني تستلظم أيضا تكاليف لتسييرها وتكنولوجيات معينة وبالتالي من الطبيعي أنه تكون هناك بعض الرسوم لتغطية هذه التكاليف هذا أمر طبيعي ويحدث في جميع البلدان ولكن عند الخواص أستاذ يزيد أنت تكلمت على القروند سيرفاس مثلا أو حتى محلات صغيرة هناك اللي عنده أليت دفع جهاز الدفع الإلكتروني لا توجد رسوم بمعنى أنه شريت تنابيه ألف دينار جزائري أدفعه ألف دينار جزائري لا غير بالضبط لا توجد أي ترسوم إضافية عند الدفع بالعكس للتاغير يحصل على جهاز الدفع بطريقة مجانية من عند بريد الجزائر والذبون من تسباله الجانب الإيجابي أنه يستطيع ليس مضطرا لحمل النقود معه في كل مرة يجب أن يذهب إلى محل وهنا عندما يأتي التعميم لأجهزة الدفع يكون هذا محفزا أيضا حتى الاستهلاك يعني حتى معدل الاستهلاك سيزيد وسيحفز الاقتصاد للعلم هناك قانون يحدد إجبارية حصول أو توفير المحلات التجارية للدفع هناك أظن تاريخ أقصى محدد كآخر أجل لأن يمتثل التجار لهذه الإجبارية ولكن يجب العلم أن هناك قانون يجبر التجار كل التجار كل المساحات الكبرى وكل أنواع التجارة أن توفر جهاز الدفع إلكتروني للزبع يعني حق من حق المواطن الذي يملك بطاقة بنكية أو البطاقة الذهبية ولا يملك نقود أن يشتري من أي محل باستعمال الدفع الإلكتروني قلت بأن هناك أجل أقصى راح تجبر فيه المحلات على استعمال هذه الألية بالضبط لست متأكدا من تاريخ أظن إما نهاية 2020 أو نهاية 2021 ولكن هناك تاريخ قانون قانون صدر بإجبارية هذه يعني إجبارية الحصول على جهاز الدفع داخل المحلات التجارية طيب الآن أستاذ يزيد أنت قلت قبل قليل أنه يعني تشجيع الناس على استعمال البطاقة وغيرها والدفع الإلكتروني والسحب وكذا وكنت استعملت عبارة تحفيز وقلت الآن بأن هناك أجل أقصى للمحلات تجارية ألا ترى أنه ينبغي كذلك للسلطات أن تعتمد سياسة الإجبار ناعم بينها مثلا مثال على سبيل المثال قال أجل محدد ينتهي العمل بالصق البريدي مثلا في الجزائر على سبيل المثال هو أكيد لما نترك الأمر في يد المواطنين أو التجار الأكيد أننا سنحتاج وقتا طويلا حتى نصل إلى المبتغل الأكيد أنه يجب حتى نصل إلى السرعة القصوى هناك التحفيز من جهة وهناك القانون يعني يجب حتى ممكن خدمات نجعل دفعها حصريا بالبطاقة الثابية والبطاقة البنكية يعني نأخذ مثال هناك خدمات عديدة حكومية أصبح دخول أو تأديتها عبر الأنترنت مثلا بخصوص السكن لديال أو خدمات أخرى الدخول أو مثلا الباكالوريا الدخول الإجباري عن طريق المنصة الرقمية نستطيع فعل نفس الشيء بالنسبة للخدمات الحكومية بالتحفيز من جهة وقد نصل للحد الذي نصل فيه إلى الإجبارية وهنا نجد المواطنين بالضرورة سيتجهون إلى وسائل الدفع الحديثة بمعنى يزيد نحن قلنا على الإجبار الناعم ولكن أنا صراحة كنت أقصد المواطن فإذا بك أنت أشرت إلى أنه كما يمكن أن نجبر المواطنة إجبارا ناعما ينبغي كذلك أن نجبر المؤسسات الحكومية إجبارا ناعما هناك كثير من مؤسسات الحكومية ما زالت تتعامل بالورق بالضبط بالضبط أنا أظن أنه قضية التحول الرقمي الحكومي وما أعرفه أنه ورشة مستعدلة جدا بالنسبة للحكومة هناك عمل يجري حتى وما يكونش ظاهر ولكن هناك عمل يجري لتحول الرقمي سريع في المؤسسات الحكومية أو الخدمات الحكومية وهي مسألة وقت ولكن يجب أن نعمل بيئة توازي يجب أن نربح الوقت وذلك بالتحسيس وقضية الدفع الإلكتروني مربوطة بالثقة يعني لما المواطني يثق في الدفع وهذا مربوط أيضا بالمنصات الرقمية أي لما نحاول ندفع خدمة مثلا لا يجينيش الموقع أو الجهاز يقولي أن الدفع غير ممكن أو هناك خلال تقني يعني هناك عمل أيضا من جانب التقني حتى نتأكد أن المنصات الرقمية التي تضمن الدفع الإلكتروني والخدمات النقدية الإلكترونية تشتغل بشكل فعال وبشكل مؤمن وبشكل مستمر حتى نكسب الثقة أنه إذا عملنا عمل تحسيس وكسبنا الثقة وبعد ذلك نخسرها لمشاكل تقنية راح نقاح أيضا في مشكلة آخر يعني هناك عمل تحسيسي عمل تقني وعمل من ناحية الإجراءات والقواني أستاذ يزيد أنت قبل أيام وقع لك يعني مشكلة هكذا في قضية دفع هل يمكن أن المشاهد يعرف بالتفاصيل واش صراع يعني أو مجملا وهل تمكنت من حل المشكلة مباشرة يعني أو بعد ساعة أو سويعات هو المشكلة وقع لي مع بنك خاص بدون ذكر الاسم يعني كانت عندي عملية للدفع الإلكتروني ببطاقة بنكية حصل للمشكلة حوالي ثامنة مساء الجانب الإيجابي للبنك أنه عنده مركز نداء أو مصلحة زبائن تشتغل 24 ساعة 24 يعني لما يكون عندك مشكل تتصل بمركز النداء أو مصلحة الزبائن تشرح له المشكل الجانب الإيجابي والذي يجب أن يثمن أنه مصلحة الزبائن أخذت الشكوى بعد خمس دقائق تم حل المشكلة واستطعت حل مشكلة الدفع يجب الوصول إلى هذا النوع من هذا المستوى من الخدمات حتى يصبح الناس بالنسبة لهم استعمال البطاقة أو استعمال نقب نفس الشيء في أي وقت في نهاية الأسبوع في يوم راحة يعني يجب أن يكون تكون إمكانية الدفع موجودة 24 ساعة 24 سبع أيام على سبع أيام وهذا أيضا هذا الجانب هو الذي سيكسب الثقة فيما هو قادم في هذا المجال ماذا لو مثلا وقع العكس يزيد وانت كتبت على صفحات مثالة وانت كتبت على صفحات التواصل الاجتماعي مشكلتك وانشغالك وماذا سيكون وقعه على العملية هذه كلها بالجزائر وربما تتوسع الرقعة وكثير من الجزائرين يكتبون على نفس القضية هو دائما وسائل التواصل الاجتماعي سيلاح ذو حدين يعني كما تستطيع مثلا لما تكون تقدم خدمات مميزة تكون هذه الوسائل تخدم الشركة أو تخدم الخدمة كما تستطيع أن تكون الأداة بالعكس يعني تهدم الخدمة وتهدم كل الجهود التي عملت عليها منذ مدى وبالتالي فالآن قضية خدمة الزبائن أو سمعة الشركة لدى الزبائن تغيرت جذريا لأن الزبون في أي لحظة ما يكونش راضي على الخدمة يستطيع أن يعبر عن عدم رضا ويستطيع أن يشتكي بالشركة ويستطيع أن يسيء إلى سمعة الشركة هو في الحقيقة حقه لما تكون الخدمة غير مناسبة أو ليست بالكفاءة المطلوبة وبالتالي هنا على كل الشركات وحتى المؤسسات الحكومية أن تعلم أن ثقة المواطن وثقة الزبون في خدمتها الآن كسبها أصبح أكثر صعوبة وأي خطاء قد يكلفها غاليا لأن وسائل التواصل الاجتماعي ستلعب دور سلبي في صورة المؤسسة أو الخدمة الحكومية يزيد سؤال آخر إذا كانت كرمت هل يمكن أن نعرف أولا بتقريبا كم نخسر في الجزائر من أموال جراء هذا التخلف هذا في الرقمنا في التقاعس في التجسيد هذا يعني لحد الأدنى الضروري من الخدمات الإلكترونية في الجزائر كم نخسر شوف هنا هي تقدير المالي صعب ولكن هناك تقدير سهل وهو الخسارة في الوقت يعني تخيل نخسر آلاف أو عشرات الآلاف من الساعات من وقت المواطنين ومرات وقت الموظفين لأداء الخدمات يعني كل هذه الساعات كنا قادرين أدوها في أمور أخرى وحتى جانب التجارة أو النمو أو الاستهلاك كل ما كانت الخدمات الآلية النقدية متوفرة كل ما سهلنا مثلا تجارة الإلكترونية سهلنا كل ما هو متعلق بالاستهلاك وبالتالي ستنشط التجارة وسيتنشط الاقتصاد وحتى من ناحية الجيل الجديد جيل مرقما يعني الجيل الجديد جيل مهية للتعامل مع كل ما هو آلي وكل ما هو مرتبط بمنصات بالإنترنت وبالتالي نحن الآن أمام تحدي كبير أنه يجب أن نساير تطور المجتمع المجتمع يتطور من ناحية الثقافة من ناحية استعمال التقنية يجب على الإدارة على الخدمات الحكومية على الاقتصاد وكل ما هو متعلق بحياة المواطنين أن يساير هذا التغيير المجتمعي هناك تحول ثقافي يجب أن يسايره تحول رقمي في الاقتصاد وفي الذهنيات لأنه كل ما سهلنا العملية سنربح في كل هذه الأوراق وكل هذه الإجراءات البرقراطية هو في الأخير سنربح وقت ورح نربح حتى الثقة على المواطن في الحكومة وفي الخدمات بصفة عامة وبالتالي رح نصل إلى مستوى بحيث المواطن يركز على المشاكل الحقيقية ولا نركز ولا نخسر الوقت في مشاكل مفتعلة ومرتبطة ببرقراطية نستطيع القضاء عليها بمجرد أن نساير أو نمشي بقطة سريعة في التحول الرقمي لا نقول أنه لا توجد جهود ولكن يجب التحول سريعا ويجب القضاء على كل العراقيل التي تحول دون التقدم في هذا المجال هنا فقط هناك ملاحظة بالنسبة للبطاقة الذهبية بالنسبة للبطاقة الذهبية يجب على بريد الجزائر أنه يشتغل أكثر من حيث إيصال البطاقة في وقتها للمواطنين لا معنى أن أمارس التحسيس والتحفيز إذا كانت البطاقة لا تصل المواطن في الوقت المناسب أو لما تنتهي مدة صلاحيتها لا يستطيع تجديدها هنا يجب فعل يجب القيام بمجهود أكبر في هذا المجال بارك لو فيك أستاذ يزيد وأنا من جهتي أعيدك لمسايرة الجيل الجديد أشكرك أشكرك جزيلا شكر لأنه نحن من الجيل القديم يعني في الحق جيل أوراق والقلم وأعيدك إن شاء الله بمسايرة الجيل الجديد الجيل المرحمن أشكرك جزيلا شكر وأشكر المشاهد الكريم الذي استضافنا كذلك في هذه الصابحة في بيته حول موضوع يعني مهم جدا موضوع يعني يعني يرقمنوا الحياة العامة في الجزائر ويعني يسهلنا الحياة ويدفع بنا خطوات نحو الرفاهية ويعني العيش المرتاح في الجزائر إذن مشاهد الكرام برامج البلاد المتواصلة ما أنا فألقاكم غدا إلى ذلك من حين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته